الخبر اولي عادنا عن نيرمين مار وهل هي راح تطلع من فريق نور مار فعبدالله من لايفيستيج طلع بيث مباشرة على حسبه بالانستغرام بهذا البنث هو صادق ولو سواء مقابلويين نيرمين هي راح تطلع من فريق نور مار واليوضح انه هي تريد تطلع من فريق نور مار ولكن نور مار مانعها وطبعاً ما يعرف ان عبدالله هو كان سبب الرئيس بخروض جيارة وقمر من الفريق وهو ساعدهم بهذا الشي قلنا عن ما غدر نور مار فهو نوعاً ما دا يلمح ان نيرمين هي لو تشتويا راح خليها تطلع من فريق نور مار ما درا صراحك تبني حبوي بالكومنتات شركم اللي قالها عبدالله عن نيرمين روح حالياً لأميرة اللي حسين وبردها على محمد كريم فبعد محمد كريم نزه هذا المقطع على قناته باليوتيوب اللي كانوا عن ما دا يلتقي بي ويبنية جديدة بعد أميرة اللي حسين نزلت على حسبه بالانستغرام هذا اللي كانت كاتبة بي انه اللي عنده شخص او ابنية مثل اميرة الشوان يباوه على غير ابنية وبالستوري الثاني تقول صباح المرض فالله يشفيها يا رب طبعاً لا تبسون يا حبايب ان تدعو لها بالكومنتات انه اللي يشفيها يا رب اروح حالياً لياسو بريدر والشي الغريب اللي صار ما بينهم فالنظر يا حبايب نزع لحسبه بالانستغرام هذا الاستوري اللي كان كاتب بي هلو حبايبي اتمنى تقرون كلامي الاخير تفهمون شنو راح احجي انا بحياتي مفتسو اليوتيوب علموا المشاهدات ولا علموا تجيب اقرام معينة كلكم تعرفون شنو اللي خلاني ابلش باليوتيوب اللي هو ياسو وهذا الشيء شا تقدر اصوي من اسنين قبل كم يوم صارت مشكلة كلكم تعرفوها بحياتي متش تتخيل انو صار مشكلة بيني وبين اي شخص مقرب مني بس بسبب الكذب الناس والنفاق الناس حتى اكو عالم صارت تدخل وتنشر شخص وصيات والشغلات ابدا مو حلوة بحقي في سبيل تشوه سماتي قدامكم الاغني اللي نزلت ابدا ما كان فيها اساءل اي شخص وانتو تعرفون هذا الشيء انا بتاكد انو الجواب يلي اجاني بعد الاغنية كان كل شجارة انا اشكر محبتكم الي وكل شي سويتو بس مهما يكون انا الشخص افكر لو كان الشيء موت من مصلحتي اهم شيء اسوي على مودي ريح الجميع وادري بنفسي انو انا ما قصرت بشي ولا بحياتي مثرت عليكم دور الضحية لانو اذا كانت غلطان اكيد راح اقولكم انا غلطان ويجو تاني غلطان موعب الواحد يغلط بايشي كان بس الشغلات اللي صارت اللي هي جواب يجواب ياسو ما كان يلقبينه قدامكم ولا قدام اي احد ثاني هيش المشاكل كان مفروض بتكبر اصلا بس تدرون انو الشيطان خلى ادم ياكل التفاحة وارجع اقول انو انا ما كان قصدي اسي او اشو وسمعت احد ومستحيل اسوي هيشي شي اصلا بين ياسو كوي مواقف وهو اشي امرين بيها انتو تعرفون بس راح ارجع وقلكم العصبية وردت بفعل تلعب دور قوي ممكن تخليك تقول اشياء صارت اخيرا وليس اخيرا شكرا اليك ياسو على كل شي واتمنى لشي موفقية يا رب بعضكم راح يشوف هذي الاستوريت هي الضعف او احد جابرني فلا يا حبايب واللي صار فيبرك بشغلات عني او عنها ويحاول يدورون مشاكل هذولة ما اقول لكم بغير الله سامحكم اشوفكم على خير الصراحة الكلام اللي قال لي ريدر جدا محترم وجدا رهيب يبين نشكت هو شخصية محترمة وحتى بد اضاف ان هو اش حذف الاغنية وحذف المقطع الحجابية علي ياسو ولكن بعد من مرة الساعة نزل استوريات ثانية كان قاعد يضحك بها وصار يقول انو هذي الاستوريات كان اتفاق بيني وبين ياسو عمود يحلون الخلاف اللي صاير بان بينهم ولكن ياسو خلفت هذا الوعد وتقليل ما امرت فوق الساعة او ساعتين هي ما نزلت الاستوريات وصراحة موضوع كل الصادة الملاشية يتسوت من وضح يا حبايب انو ياسو خلفت بالوعد ماليار ريدر وهي ما حب انو يتصالحون وانا ما حبت تكبر المشاكن بها بينهم مادر صراحة سوت هيش حركة غريبة اكون احطكم الاستوريات ما لتشوفوها طبعا والله مادرش اقولكم يعني والله انا عظيم بس العالم العالم كلش غريبة بحيث منو تصر انت كلش طيب وكلش تصير طيبي لدرجة يعني اللي صارها الساعة يضحكني حبايب الاسوريات اللي شفتوهن اتفقنا بهم وعلى مدهاي نزلت ومسوي تاق مبين يعني مسوي تاق بالاسوري فاتفاجأ انو الاسوريات ما تنزلها بره البيت هامد ريشينو هامد وشنو يعني بايشة كم اشكال حابين انطلعوني غلطانا شون يعني حبايب اوكي هامد غلطانا وين مشكلة يعني مين مشكلة احنا حابنا نحل موضوع خالص احنا اتفقنا على شي صغير شون يا رب يعني هاي ترا كلها هاي التخطيطات كلها ما تمشي عليها مو انا اخر واحد تمشي عليها التخطيطات اوكي فسوضا العظيم موقف كل شي ضحك انو انو انا نزلت هاي السوريات ومدلشنو على عمام حبايبي السوريات مساحتين انا بصراحة يا عمي ورلع غلطان خلص اوكي يعني عادي ترا ماكو داعي تخلوني نزل السوريات تخلوني اكتبية تحتي وبعدين ترجعو بكلامكم غنيت حاسب الجنون والفيديو رجعو اوكي وانتظروا كارنفالي اثنين هم يحبون ماذا رايدر ما يحبون رايدر الثاني وبوصلوا يا حباب اكتبوني بالكومنتات شاركوا اللي سوت عياسو وهل تشوفوه هو ظهور عقل او لا اروح حاليا اليارا وعيد ميلاده فاليوم يا حبايب هو عيد ميلاد يارب فكل عام تب خير عقبال مليون سنة يارب وطبع لا تنسوني يا حبايب انو تعيدوها بالكومنتات على عيد ميلاده وبوصلوا يا حباب نوصات المقطع طوما لمشا في مقطع القاتل الثاني راح يشوفوه باشر حالزيكم مقطع خرافو بس فاجروا في مقطع بلاكات ومع السلامة